أسعار القمح العالمية قفزت إلى أعلى مستوى لها في شهرين بعد أن أثارت العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا المخاوف حيال الشحنات المستقبلية للحبوب من أوروبا الشرقية روسيا وأوكرانيا مع بعضهم بمثل ما يقرب من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية عدم تصدير القمح من كل البلدين في حال اندلاع الحرب لا شك بأنه سيرفع الأسعار الولايات المتحدة حذرت يوم أمس بيلاروسيا من رد انتقامي في حال ساعدت بيلاروسيا حليفتها روسيا على غزو أوكرانيا وبدون تقدم ديبلوماسي وبعد سلسلة من التحركات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أعلنت الآن روسيا أمس عن سلسلة من التدريبات العسكرية أجريت بالقرب من أوكرانيا وأيضا بعيدا عن المنطقة منها مشاركة ثلاث سفن تابعة للبحرية في تدريبات مشتركة مع الأسطول الصيني في بحر العرب وهذا بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية من جهتها اليابان سوف تعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق في حالة غزو روسيا لأوكرانيا وهذا أيضا ما صدر من إعلان رسمي عن مكتب رئيس الوزراء الياباني التجار في السوق لا يزالون على أعصابهم في انتظار رؤية مدى حزم الاحتياط الفيدرالي في بحاربة التضخم المرتفع سواء عن طريق رفع أسعار الفائدة أو تقليل ما يحمله من سندات الخزانة محللون استراتيجيون في مجموعة جولد بن ساكس يحذرون الآن من مخاطر حدوث صدمة نمو للأسهم ما هي الآن في تزايد لكن الكلمة الأكبر بالسوء التقلب مؤشر S&P 500 سهم يوم ما أمس محق كل خسائر الجلسة التي كانت وصلت إلى 3% خلال يوم ما أمس قبل أن يعود ويرتفق بعد الاتفاق يعود لينخفض مرة أخرى ويغلق عند أدنى مستوى له منذ أكتوبر في حين كان أداء مؤشر نازدك 100 سهم مخيبا أيضا احتمالية تراجع التحفيز مع تباطئ الانتعار الاقتصادي قد يكون وصفة لمزيد من التقلبات في السوق في المدى القريب هذا الصباح في آسيا رأينا تراجع بالأسهم اليابانية بعد دخولها في منطقة التصحيح الصين تجنبت سوق هابطة فنية بمكاسب متواضعة اليوم وتساهم أسهم التكنولوجيا برفع مؤشر الهانكسنغ بعض الشيء النفط يحتفظ بالارتفاعات خوفا من أن يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل الإمدادات في هذه الأثناء ما كان على صندوق النقد الدولي سوى خف توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي للعام 2022 وأشار الصندوق إلى ضعف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم هذا إلى جانب طبعا التضخم المستمر في أوروبا اعتبارا من الأول من فبراير يمكن للمقيمين بالاتحاد الأوروبي اللي هن متعامين واللي هن يستطيعوا إثبات الإصابة الحديثة سيستطيعوا السفر بحرية داخل دول الأعضاء في الاتحاد ولن يطلب منهم إجراء الاختبارات ولن يطلب منهم أيضا الحجر الصحي